السلام عليكم ورحمة الله المكملة الموجزة الرياضية على المحرق في النهائية عزز فريق الحد صدرته لدور الدرجة الأولى لكورة القدم وذلك بعد فوزه على الملكية بهدفين مقابل هدف واحد اللاعب محمد الرميحي سجل هدفي الحد في الدقيقتين الثالثة والحادية والستين فيما جاء هدف الملكي الوحيد عن طريق عيسى البر في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة يرفع الحد رسيله إلى 28 نقطة موسعا الفارق بينه وبين المحرق صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط كاملة إذلك يقترب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه تواجه سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة سيد هشام بن محمد الجولر فريق مركز شباب كرزكان بكأس كرة القدم في ختم بطولة المثاق الوطنية الثانية للألعاب الشاطئية للمراكز الشبابية والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بمناسبة الذكرة الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطنية هذا وكان قد التغى فريق مركز شباب كرزكان مع مركز شباب القادسية في المباراة النهائية إذ انتهى اللقاء لصالح مركز شباب كرزكان بثلاثة هدفا مقابل هدفين